على صعيد آخر تمكنت عناصر الحرس المدني إسباني في إقليم نابارا شمالية البلاد من تفكيك شبكة دولية لتهريب الأسلحة وإلقاء القبض على واحد من أكبر المهربين إلى جانب خمسة أشخاص متعاونين معه العملية أسفرت عن حجز ثلاثين سلاحا ناريا وكميات كبيرة من الذخيرة ومبالغ مالية كما فككت السلطات الإسبانية ورشة كبيرة كانت تشتغل بها هذه الشبكة وتمرس أنشطتها خصوصا عبر شبكات الأنترنت والمعروفة بالأنترنت الأسود أو دارك نيت وأرسلوا ثلاثين شحنة من الأسلحة إلى أحد عشر بلدا وكان الموقوف الذي يبلغ من العمر 24 عام يستعمل هويات مزيفة وكان يغير في الأرقام التسلسلية للأسلحة كما أنه كان يركز على تجارة الأسلحة المستعملة وإعادة بيعها